تسببت حادثة انفجار أجهزة البيجر وكذلك الوكي توكي في لبنان والتي أدت إلى مقتل وإصابة نحو ثلاثة ألاف من عناصر حزب الله اللبنانية بحالة من عدم الثقة والريبة في العالم من المستوردات الكترونية وتحديدا لدى الميليشيات المرتبطة بإيران والتي ظنت أن تزويد عناصرها بهكذا أنواع من الأجهزة سيجنبهم خطر تعرضهم للقصف جراء إمكانية تحديد مواقعهم فيما تصدرت ثلاث دول واجهة الشبهات المتعلقة بالشركات المصنعة أو الموردة لأجهزة البيجر المفخخة كما يصفها مراقبون مسؤولون إيرانيون أثنوا على ما سموها جبهة الإسناد التابعة لمحور المقاومة في العراق والتي بدأت ببحث ما حصل في لبنان لتلافي تكراره لديها حيث اتفق الزعماء الميليشيات الولائية على الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية أنفسهم بحسب تقرير نشرته قناة العالم الإيرانية المقربة من الحرس الثورية مشيرة وفق تقرير لها أن الفصائل في العراق لا تستخدم أجهزة البيجر ولا تمتلكها وأن الاتصالات لديها مؤمنة ومتطورة تقنيا بشكل يصعب اختراقها ويؤمن تواصل أطراف ما أطلقت عليه محور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان واليمن نفي الميليشيات استخدامها أجهزة البيجر تضحضه التقارير التي كشفت عن حجم استيراد العراق للإلكترونيات من بلدان الشركات الثلاثة التي تدور حولها شبهات بشأن تطورها في تجهيز حزب الله بالبيجر الملغوم حيث تبين أن العراق استورد أجهزة إلكترونية وهواتف بأنواع متعددة بقيمة 22 مليون دولار من بلغاريا و16 مليون دولار من تايوان و3 ملايين و600 ألف دولار من هنغاريا ليكون المجموع المستورد أكثر من 40 مليون دولار من المنتجات ضمن حقل الاتصالات من هذه الدول خلال عام 2023 تخبط في التصريحات يعكس حالة الهلع التي تعيشها أدرع إيران والتي ما زالت تعلن احتفاظها بحق الرد وأنها لن تنجر لكمين إسرائيل في الدخول بمواجهة مباشرة في محاولة لتبرير خضوعها أمام أنصارها اشتركوا في القناة